اهلا بكم الى موجز اخبار الان افاد ناشطون ان النظام الاسد استهدف بالقذائف المدفعية وصواريخ ارض ارض احياء درع البلد ومنطقة غرز وبلدة نصيب من جانبها ردت فصائل المعارضة السورية المسلحة على مواقع النظام التي تستهدف مدينة درع اذ استهدفت غرفة عمليات البنيان المرصوص معاقل قوات الاسد في درع المحطة بقذائف المدفعية وراجمات الصواريخ قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاربعاء انه ناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين انشأ منطقة امنة في سوريا واضف اردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيسين في سورجيسو الروسية ان هناك توجها جديدا لانشاء منطقة امنة في شمال سوريا وسنواصل دعوة لذلك واضف اردوغان انه تم تطهير منطقة جرابلوس والراعي ومنطقة واسعة من الارهاب مشيرا الى ان هناك منطقة في ادلب ليس فيها اشتباك مسلح حيث نزح اليها اهالي حلب قتل ثلاثة اشخاص واصيبت تسعة اخرون في حادث دهس بشاحنة لجمع كانوا متواجدين في مزاد علني لسيارات من الاشخاص في مدينة بوستن الامريكية فيما اصدرت السلطات في ولاية بوستن بيانا ذكرت فيه انها تستبعد ان تكون الحادثة لها علاقة بالارهاب والى الان لم تذكر اي تفاصيل اخرى عن الواقع توجهت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ميل اربعاء للقاء الملكة اليزابيث الثانية في قصر باكينغ هام لابلاغها بحل البرلمان وباجراء انتخابات تشريعية مبكرة في الثامن من يونيو وانتهت الدورة البرلمانية رسميا منتصف ليل ثلاثاء لكن النواب الستمائة والخمسون المنتهية ولايتهم بدأوا عطلتهم اعتبارا من نهاية الاسبوع الماضي والبرلمان الجديد الذي سينبثق عن انتخابات الثامن من يونيو سيجتمع في الثالث عشر من الشهر نفسه لانتخاب رئيسه اظهرت نتائج استطلاع اصداء بيرسن مارستيلر السنوي التاسع لرأي الشباب العربي تراجعا في معدلات التفاؤل بين الشباب العربي في انحاء كثيرة من المنطقة اذ يرى معظم الشباب العربي ان البطالة والتطرف هما اكبر العقبات التي تعيق مسيرة التقدم في الشرق الاوسط مع انقسام متنام في المنطقة لناحية الوصول الى الفرص ولناحية التفاؤل على المدى الطويل اشار ان ثلاثة ارباع الشباب الخليجي لان ايامهم القادمة ستكون افضل وعلى صعيد التعليم اظهرت ان نتائجا ثمانين في المئة من شباب دول الخليج يعتقدون ان التعليم في دولهم يؤهلهم لوظائف المستقبل نهاية الموجز الى اللقاء